الدولة الإسلامية في العراق والشام فإن من أفرض الفروض وأوجب الواجبات نصرة لنواة الخلافة الراشدة أن تصبح جميع السفارات أمريكا أهداف مشروعها أن تصبح جميع مصالح أمريكا أهداف مشروعها ساهم في حماية دولة الخلافة ساهم في حماية نواة الدولة الخلافة ومثل هذا السفيه عيب أن يكون مسؤولا عن مصالح الناس وعن حرماتهم وأموالهم والله تعالى يقول ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فالسفيه لا يؤتمن على شيء على المال ما يؤتمن فكيف يؤتمن على الدين وعلي حال كلامه اللي قاله أنا عندي عليه مزيد تعليقات وممكن شيخ شهاب يكون تاني عنده إضافة طيب بيقول ده نشره على الفيس وفي الواتساب وفي غيره حتى أنا بعد ذاك بعد ما لقيت الكلام كلمت ناسي ده كدرين وكلام ده قاله ولا دازل بلعب بحسابه فعرفت إنه ده كلامه قال أكثر حاجة أكثر حاجة أنا سعيد بها في اتفاق العسكر وقحت باختصار لقوى الحرية والتغيير الإنقلابي ده إن الإسلاميين كلهم أصبحوا يسبوا العسكر وده بالعرب ذاته غلط يسبون مفترض تكون لكن وده وده لا جايب خبر بالدين ولا جايب خبر باللغة العربية قال يسبوا العسكر يعني هو فرحان إنه بيقوا بسبوا العسكر دي نقطة قال ويقول خانونة أنا سعيد جدا من القصة دي والحمد لله الذي جعلني ضد حكم العسكر من معاوية بن أبي سفيان وحتى عبد الفتاح البرهان يعني يحمد الله على إنه ضد العسكر كلهم من معاوية إلى عبد الفتاح البرهان وهل معاوية كان عسكري؟ كان ردبته شنو؟ ده موهوم على شنو زول الله؟ معاوية كان عسكري؟ قال ونندد مقولتنا المبدئية الحاكم الشرعي هو الذي يجعل له الشعب سلطة على الجيش والحاكم المستبد هو الذي يجعل له الجيش سلطة على الشعب دي المقولة المبدئية بتاعته دي الروا من المقولة دي وقال الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم أرجو أن يكون طلاقا بائنا طلاق بين منو منو البائن بين الإسلامين والعسكر كويس بعدها قال مدنيو ده ده رئيس تخيل رئيس حزب الشريعة ودولة الغانون قال مدنيو دي الشريعة؟ مدنيا ما فاهم معناها من تهطر ولا لشنو الأرعان ده كلمة مدنية وما فاهم معنا شنو بيرددوا الناس والشباب في الشوارع عندنا برددوا وعندهم فهم العامة من الناس عندهم فهم دائرين حكومة مدنية يعني ما عساكر ده فهم لها وده ما الفهم الحقيقي وإن كان ديال نحنا بيعني بمشيها لهم على حسن فهمهم العوام مدنية ما داري لانه عساكر ده فهمهم كده لكن ده انت فاهم مدنية معنا عشنو في الأصل مدنية معناها المانية وده تخيل معاي ده رئيس حزب دولة القانون قال والشريعة وقال مدنيو توافغيو تقال التوافغي ده معناها شنو؟ معناه يدخلوه جوا شن تعرف ديل ناس يتاجروا بالدين من أجل مصالحهم أنا جايك له هو والجماعة المعاوة كلهم ناس عبدالح يوسف ومحمد عبدالكريم وكل الشلب تحت الأخوان المسلمين اللي هم الآن بيمثلوا جزئية من جزئيات المؤتمر الوطني أو الكيزان قديما ديل ذاته وذانين يرجعوا تاني ورجعوا الكيزان وذان الدين القازنهم أنا جايك للمواضع ده كله طيب قال توافغية توافغية يعني شنو؟ يعني هم ما رقوهم بره دي معناه ما توافغية توافغية يعني دخلوهم هم يعني كونك انت إذا أدوك جزء من السلطة والحكم إنت بتثني على العسكر وتكون مبسوط منهم وإذا العساكر طلعوك وإن تبر يبقى العساكر ديل منبوذين ومش نبستهم هم نبذ العساكر على مرة التاريخ بل ونبذ معهم الصحابة يا أخي لو سلمنا جدلا وأنا ده موضوع ما در أخش فيه لو سلمنا جدلا إنه العساكر أساء وأخطأ هل ذنبي بتاع عسكري أخطأ انت بتحاسب بيه كل العساكر الموجودين الليلة ده غلط ولا ما غلط ده غلط مرة واحد تحاسب بيه كل العساكر على مرة التاريخ انت عارف يا أرعن كتب الكلام ده الدكتور أنا ماذا نجيب اسمه لأنه ما عنده قيمة أصلا لكن يا أهطل كلامك الليلة بتقوله ده بيجي بقيفه قدامك يوم القيامة أي عسكري اللي بسكاكي بيجي بقيف ده الحقه منك انت بتقدر عندك لهم حاجة حسنات عندك لهم وتطعم في معاوية أبو الدردار رضي الله عنه لقى معاوية رضي الله عنه بصلي قال للناس الفي الشام قال لهم ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من إمامكم هذا أشبه زول بيصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان وده أنا كلمني ثقات عارف وناس قريبين منه جدا وعندي ثقات جد الصلاة في وكتب ما بصليه ده رئيس حزب الشريعة ما بيصلي صلاة الظهور إلا يخش العصر واحد بيحكي له والله قال له قاعد معه وبعد شوية قال هاي بالله العصر جا هاي هاي رئيس دولة الشريعة الشريعة تجيبها إت الرمادة فيه خشمنا إحنا كان راجلنا جيت تجيب دين وتجيب شريعة إت الصلمة بالصليه ذاته في وكتا وتجيب تتكلم في معاوية ابن أبي سفيان ابن عباس الفقيه ابن عم النبي صلى سلم يوم من الأيام واحد قال له يا أخي أما رأيت ما صنع معاوية قال له عمل شنو قال إنه أوتر بواحدة صلاة الويتر صلى واحدة قال دعه فإنه فغيه معاوية فغيه قال له بيعرف الصلاة واحدة بيتين وبيعرف صلوة اثنين بيتين بيعرفه فغيه إيجي تكلم فيه ده طيب لسه أنا دعه درق رليك بس بعدين قال لا سنائية توافغية لا سنائية طيب يا أخواننا أول حاجة هذا الرجل من فجور الخصومة بتاعته وطمعوا من أجل الدنيا خلاه يرضى بالعسكر أحيانا ويرفضهم في أحيان أخرى ده من الطناغ اثنين أنا لا بد أن أنبع على نقطة في الأول وهي مهمة جدا أن ما وفغت إليه البلد هذه الأيام من الحكومة التي شكلت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها خير لهذه الأمة لبلدنا وكننا بنأمل أن تكون حكومة كفاءات كما حصل ما تكون حكومة حزب من الأحزاب العلمانية والإلحادية وينفرد بها لوحده لما سيترتب عليه من الشر على هذا البلد كان حيكون شر كبير جدا ربنا الحمد لله رحمنا وعصمنا منه حتى الآن الوضع ماشي كويس كان حيتأذى الناس إذا حصل حكومة حزب الحادي واحد تصلت على البلد يتأذى الناس في دينهم والمسلمون يتضرر ضرر الشديد ثانيا حنبقى في قضية الاستغطاب والاستغطاب المضاد ثالثا حتبقى البلد عبارة عن بؤراء للجماعات التفجيرية والتكفيرية وإن كان يعني الوضع بتاع الليلة دا برضو البلد ما حتسلم نسأل الله العافية لكن ديل حيحركوا كل الجماعات بتاعتهم لأن ديل هم ذاتهم انت قال التكفيرين وينهم والجماعات التفجيرية هم ديل ذاتهم اللي بتكلم عنهم ديل زمان كانوا رضيانين لأنه عندهم حزوة من السلطة والدنيا كم يدينهم جسم الثقافة الإسلامية جامعة الخرطوم الدوليم اللغة العربية والتعريب مو يدينهم شغالين منظمات حقتهم شغالة قنوات فضائية وإذاعات ومنظمة مين مشكات ومنظمة مدينة اليوم كلها وأسأل الأخبار عند السودانين كمان المرقة من المحكمة بتاعت البشير في بلاوي مرقة غاية الله المستعان شاله الرمافيون ديلك نكروا بيجاي بلاوي ديل كانوا ساكتين والسودان شهد استقرار في جانب تاعة التفجير والتكفير والقتل في استغرار كان ليه؟ لأنه ديل خشم مليان وهلنا هناك في الغريب بيقول ليك دابي في خشم جرادا ولا بيعضي صح؟ الدابي كان في خشم جرادا ما بيعضي لكن ديل ما أعطوا الجرادا منهم بعد دا حيعدوا قروا قدام فالناس تعمل حسابة أنا قلت الكلام دا ليه؟ قلت عشان ديل في الأشكال بيشبغوا السلفين في المظهر بتاعهم مظهر الليحية وين كان دب حك حكا ومظهر الأجلابية القصيرة وبتكلموا بالسنة وقال ابن تيمية وقال ابنه الناس بيظنوا إنه ديل السلفين أنا دارك تعرف أنت في البلد والبراء والعالم كله يعرف أننا براء من هذا الحزب براءة الذب من دم ابن يعقوب نحن بريهم منهم ومن الكيزان الوراهم ومن الأخوان المسلمين اللي علموهم ومن الجماعات التكفيرية اللي هم غزوهم وبييمدوهم الآن بيمنهجهم وبيدعمهم في البلد دي وفي غير جماعة داعش وجبهة النصرة وجماعة بلاد وكل المجموعات دي دي ما بيتمثل الإسلام ولا بيتمثل السلفية أعرف المعلومة دي ونحن الليلة هم بخروج ومظاهراتهم اللي حيعملوها ومناهضتهم للحاكم ما بنوافق فيه بل نحن بنقول الواجب علينا الصبر على الإمام وإن جار وظلم ده منهجنا كنا بنقول زمان وحنقول الليلة إلى ما شاء ربنا إلا أن يتغير الوضع بيتغير كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يجي حاكم علينا كافر مشكوا فرسائي زي التكفير السياسي بتاعهم ده بعد شوية تحشوف في وسائل التواصل بيكفروا لك الحكومة وبيكفروا لك اللي تشارك فيها ويكفرون بمجرد الظن والهوى ده نحن ما عندنا والموضوع ده نناقش فيه ونجادل بالعلم وبالحجة ما مشغل مزاجات ولا دك واحد يقول لك انت طبعا واحد كاتب عنانا في الفيس ده قال خضعوا للسلطان ورقدوا ليو وينبطحوا قالوا لو جبت منهج جديد قبل كده ما كنا قاعدنا قوله ما عليش لكن ده منهجنا احنا بنقوله وبيقولوا علمانا قبالنا من زمن الصحابة ده يقول منهج بتاعنا ذاته ما في جديد جديد شنو يعني الجديد انه هم لمن كانوا داخل السلطة دارينك تقول الخروج على الحاكم حرام افهم المعلومة دي ديل الكيزان والجماعة المعاهم ديل وناس الشريعة وكلم لمن هم مسكين السلطة دارينك تتبقى داعية حيتهم وتمر الأجنتهم تقول الخروج على الحاكم حرام اول ما هم يبقوا بر السلطة دارينك تقول الخروج على الحاكم حلال بمزاجهم نحن بنقوله بناءا على الواقع بناءا على الحكم الشرعي المزبوط عندنا اللقاء ان شاء الله في الموضوع ده حنفصل فيه بالأدلة طيب اذا تفهم الكلام ده يبقى انت ما تتخمى بالكلام الف الواتساب والفيس وهذه الحكومة كفرت وحكومة كافرة الكافر منه فيهم مسكين تعال ورين الكافر منه انت ما هموم ولا شنو ياخ انت بتكفر ساي في بعض الشباب ذاته سنفين يتغشوا بيهم وليقي ياخ ما اقول ياخ كفرت دي والله كفرت وين وينه كفرت في شنو تعال ازبت لي يا ناس الشغلة دي ما فوضهي طيب بالنسبة للموضوع بتاع الراجل ده اول حاجة قال هو ضد حكم العسكر لحد معاوية ابن عبي سفيان بعدين قام وعصره في الفيس وفي الواتساب ونغشو قام رجع تاني قال لا انا قاصد انه حكم معاوية ده كان حكما عضوضا وكان ملكا اها بالله طيب نحن بالناخشك واحدة واحدة اولا معاوية ابن عبي سفيان ان نلزح اغدى عليه كده لي بس اسأل نفسك سؤال سيد قطب زعيمة جماعة دل كلهم يطعم في معاوية الترابي يطعم في معاوية العلمانيين يطعم في معاوية وانا بجي بعلق علي ريمن برضو علمانيين كاتب كلام هنا كويس شا الناس ما تفهم يقول لك يعني خلا سيتوا عشان الحكومة دي من وراع علمانيين انتوا ما اتكلموا عنهم نحن موضوعنا اللي بيتعلق بالخروج وعدم جواز نقد الحاكم على المناظر ده بتعلق بالحاكم بالحكومة اما العلمانين دي اللي انا هندوور معاوية للركب شفتها فترة جاية دي والله ما نخليك تطعم في الدين كان بجيت انت اي شخص في البلد ما بنخليك سويت لك شعار كتير بوب مارلي ولا بوب اي حاجة ما بنخليك تطعم في الدين الدين ما حاجك ولا حاجة الكيزان ولا مبرر لك اطلاقا يا علماني ما مبرر لك انك تجيب التجارب السيئة اللي عملوا الكيزان باسم الدين ودائر تطعم في الدين الاسلامي كله الكيزان ما هم الدين الاسلامي ولا تجربة الكيزان هي التجربة المثلة اللي بتمثل الدين الاسلامي عشان دي تطعم في الدين بسبب عميل الكيزان ما بنخليك ما بنخليك ايوان احنا ما نستكفير ولا نستفجير ولا نز قتل في الشارع ولا بنغير بيدنا ولا ما شين نضرب ذول في الدرب ولا ما شين ننزل ذول من المنبر ولا ماشينا قاتل ذول في بيته ولا نطعن ذول بي سكين ولا نحمل سلاح ده ما من منهجنا أبدا منهجنا العلم والحج بالكتاب والسنة قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قال تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن نحن بنجاد لك نحن بنجاد لك دائرة أعمل محاكم دائرة تنشئ لك قضاء أعمل أي حاجة الخضاء معاك محاكم معاك أي حاجة نحن ما بنرضى الطعن في ديننا ما بنجبل الطعن في ديننا وأي محكمة عدلية تعدي البياناتنا وتنصفنا نحن معاك تخش المحكمة وراك تمرك من المحكمة تمشي الشارع معاك تمشي الجامع تلقى أنا قاعدين من نتكلم بالحق بالحجة بالكتاب والسنة ما بنخليه شماية تغرق نفسك واحد منهم جاي جاي بإنه في الواد صاب بفنجب بتكلم عامل نفسه خلاص الولد بيقى الغيصر بيقى الغيصر نحن سنعمل ونحن سنلغي ونحن سنأمر تجعل نفسك منه أنت ما قريت ولا شنو يا أخ ألم تر كيف فعل ربك بعاد أنت ما قريت دي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين ما لم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ربنا عمل لهم شنو فصب عليهم ربك صوت عذاب ما تطغى ولا تتكبر تجعل نفسك شنو نحن عندنا منهج بقيدنا في التعامل مع الحاكم ندعو له بالصلاح نكف ألسنتنا عنه نكف أقلامنا عنه ما بنهيج الناس عليه ما بنأمر بالخروج ولا ندعو إلى الفوضى ولا ندعو إلى الثورات ولا إلى المظاهرات ولا إلى القتل ولا إلى التشريد ولا إلى ضياع الأمر ولا إلى إهدار الأموال ولا إلى هدك الأنفس ما بندعو إلى ذا نحن لكن مع ذا نحافظ على ديننا بما أوتينا من قوة الحجة بالكتاب والسنة ما بنخليه أعرف المعلومة دي طيب فأولا الراجل دا بيطعن في معاوية رضي الله عنه بيضيف نفسه لجملة المجارمة في التاريخ كتار قول له أنت قال نفسك براك كتار الناس البطعن في معاوية كتار جدا انت حضيف نفسك إلى هامش تاريخ أسود ولست سيئة من الطاعنين في معاوية رضي الله عنه وأول ما يجب أن تعرف أن معاوية رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم معاوية اسمه معاوية بن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف عبد مناف دا دا جدا ونه جدا نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم دا أخو عبد شمس دا الأخوان Start each of them Windows أخوان من جهة جهة قمه أم هي هند بنت عضبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف من جهة أمه معاوية بسبب من جهة أبوية معاوية دا ودعم الرسول صلى الله عليه وسلم دي نمرة واحد عرفة نمرة اثنين النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر لنا شهاب في الرؤية بتاعة المنام ورؤية الأنبياء حق وهو بطعن قال لأنه عهد معاوية كان ملكا نظام بطعن فيه الملك والملك ما له هو يا رعن الملك ما له الملك كعب أجرى صورة صاد وقيت بتعرفها صورة صاد ها سليمان عليه السلام دعا ربنا قال ربي اغفر لي وهب لي هب لي شنو ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ربنا وهب له ملك الملك ما حرام ولا غلط بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤية إنه في ناس من أمته يركبون ثبج البحر ثبج يعني عرض البحر استيغذ من الرؤية فرح وكلم أمي حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت كان عندها لأنا خالت من الرضاعة مقايل عندها فقالت له انت فرحان ليه يا رسول الله قال ليه رأيته كذا شوف مما يدل على على أفضلية الملك وإنه جاهز عند النبي صلى الله عليه وسلم شهدت أول أسطول بحري ركب البحر إسلامي وكان قائده معاوية ومشى لأفتح قبرص كانت أمي حرام في الجيش واستشهدت أمي حرام وقبرها اليوم في قبرص تقول ليه ده ملوك الملوك ما قاله شوف يا أمك ملوك ملوك رئاسة بشورة جاد بغيرة القضية في النهاية في سيرة الحاكم وما صنع هذا الموضوع هنا أمي شوف سيرة معاوية وما تقرى الكتب الملخبطة بتاعت التاريخ وان إحنا مستعدين ناقشك في أي كتاب قال أنا عندي كتاب لما منشور بدافع عن نفسه عندي كتاب قال صنفته كتاب يكبك فيه جهنم كتاب بتاع شنو انت قرأت شنو انت أصلا ما قرأت كتب الشيعة القرأة شيخة الترابي ما قرأت كتب الشيعة وكتب سيد قطب الكتب المريضة المليانة بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب مشوهة كلها تقال كتب حقيقية وصحيحة تعالنا ناقشك بالإسناد وبالعدلة ابن تيمية وتلميذ الزهن سير على من نبلة وابن تيمية في كتاب من هاج السنة النبوية قالوا خلال سيرة معاوية في الحكم حكم عشرين سنة والي على الشام وعشرين سنة كان الحاكم العام على المسلمين أربعين سنة ابن تيمية قال ما هجاه رجل واحد في خلافته خلال أربعين سنة أربعين الديني حاكم الليلة في الدنيا دي حتى من الدول العائد باكتة وفرحان بيها دي كلها الدول الفرحان بيها الكافرة دي الديني دولة واحدة الحاكم فيها بيطمر فترد عهده كله ما في زلبي يهجو بيجوم لا واحدة بيقول الحاكم دفيه ولا فيه منو قال لأن معاوية رضي الله عنه كان صاحب علم وحلم وعدالة وفضل على الناس لكن التاريخ شوه يا أخي التاريخ مطلع معاوية كأنه كأنه غيصر وكأنه طاغوت من الطواغي ما تاريخ خربانيا كتاب الشيعة معاوية بن أبي سفيان الإمام أحمد في كتاب الزهد جاب عنه قال كان يصعد المنبر وهو حاكم على كم دولة يا أخوان تقال زي دولة تقديسها كان حاكم على الحجاز الحجاز كلها ومصر والشام والعراق والمغرب وفارس وخراسان كل ذي كان حاكم عليها ويطلع على المنبر قالوا وعليه ثوب مرقوع جلابته اللابسة مرقوع وطالع بها فوق في المنبر معاوية بن أبي سفيان الرجل الحليم الإمام أحمد كان يسميه السيد الحليم وما بتقر تزعيله كان يداخل عليه في داره تزعيله وبتقر تزعيله تلقى عادي تقول أي كلام الدار تقوله هو عادي أصمع بزعل اسم السيد الحليم لكن ليه نازل حاقدين عليه حاقدين عليه للمكان اللي قاها وللسودد اللي ربنا أدى له ربنا أدىه سودد وفي الملك كان قويا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوم من الأيام ناس سألوا عن معاوية قال ما رأيت أحدا أسود من معاوية قال له يا عبد الله كيف بأبي بكر وعمر قال له قال كان أبو بكر وعمر أفضل منه ولكنه كان أسود منه في السودد والملك ده ما بتقدره قدر يطفر المجرمين الإمام الزهبي نقل الأسر مرسل وقواه في كتاب السير الزهبي قال كان الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسين فقاموا فقالوا كيف لنا بالشام يا رسول الله نحكم كيف الشام دي وفيها الروم خواجات ديل قال النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على كتف معاوية قال يكفيكم هذا ده ده قال بقدر على الروم وبيقدر على الشام اجيب عن ذو رمه زيدا رمه يا أخي والله يا أنا دا أكان عندنا زريبة بتاعة بهايم ما بقفها راعي خلي كمان اجا خدت في مقام معاوية معاوية نبي سفيان يا ناس دا مقام عالي جدا مقام عالي جدا لكن التاريخ شوه شكده القحطاني قال لا تكتبن من التواريخ كل ما كتب الرواة وخط كل بناني اروي الحديث المنتقى من أهله سيمة أولي الأحلام والعرفان كمن المسيب والعلاء ومالك والزهر والليث والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكاني ما تكتبن يا حاية انت بتلقها في التاريخ طلقت طلقت لك روايات الجيبة والله قالوا معاوية عمل والله قالوا زي ما واحد قابل واحد من التابعين قال إني يفغض معاوية أنا قال لبكره معاوية ده قال ليه وما لك ما لك مشكلتك معاوه شنو قال لي أنه قاتل عليا قال له يا هذا إن خصم معاوية كريم ورب معاوية رحيم فما دخلك أنت تدخلك شنو دك ودعمه تدخلك شنو يا ناس الناس اللي بتكلموا فيه ده والمطاعن اللي بقولوها والله إلا يورط رقبتهم بس إلا يورط رقبتهم طيب بعد ذاك في كلامه قال الحاكم المستبد يعني معاوية كان مستبدا من اللي قال لك كان مستبد وتعالى رجع لكتب التاريخ الدينة ابن تيمي رحمه الله تعالى قالوا وقد نشأ الناس أربعين سنة قال على حب معاوية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم بيطعنوا في معاوية بيطعنوا في معاوية قالوا لأن معاوية لما انتهى عهده حول الخلافة لملك يعني ورسه لولده كويس وكان يعمل شورة كما فعل عمر رضي الله عنه أو يترك الأمر حتى يموت كما صنع عثمان يخواننا معاوية رضي الله عنه كان عنده فهم عال جدا وفهمه هذا مفترض الناس يدرسوا الليلة واذا علموا يحفظوا له البلد معاوية رضي الله عنه نظر إلى الأمر من بعده وخاف أن يحصل ما حصل بعد مقتل عثمان من الفتنة اللي حصلت وراح ضحيته وناس وخلق كثير جدا بل استباحت استبيحت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوارج أكانوا بيصلوا في المدينة خمس أيام وصنعوا ما صنعوا فخاف أنه يحصل له وخاف تحصل الفوضى ونظر إلى الذين من بعده كان في أفاضل أفضل من يزيد ولده ويزيد عنده الهنات وعنده أمور لكن نظرت معاوية إن تولية المفضول في وجود الأفضل خير من الفتنة التي تدوم ده فهمه وكان فهمه صائب والله والناس الليلة الليلة بتكلموا ديل ما عاصروا الفتن وما عرفوا حاجة يا ناس قال تولية المفضول أعظم من الأفضل إن كان فيه هدر الفتنة ويزيد ولده ده هو قبل تشنو الفهم ده يا أخوان ما فيه أمور أنت بتراعية في البلد الزات أو طبيعة البلد يزيد ولده أموي وأصلا قبل ما يأتي الإسلام والناس انشغلوا بنزول الوحي والنصوص اللي فيها يعني عدم التعصب للقبيل أو كده أكان الناس بدعملوا بهذه النصوص وما بيهتموا بأمر القبيلة لكن لما بعد الناس عن الوحي رجع الناس إلى عوائدهم القبلية وكانت بني مدر مدر كلها أكان زعامة عن غريش وغريش عصبية في بني أمية وإن كان بني هاشم اللي هم أولاد عم بني أمية وبني هاشم هم أكرباء لكن عصبية قريش كلها في بني أمية وديل أهل والد يزيد دل من جهة أبوه من جهة أمه هو من قبيلة قضاعة واليمن وديل من أخطر وأشرس قبائل العرب معاوة بن أبو سفيان نظرته إنه لو خرج الأمر من قريش من جهة ومن قضاعة من جهة ستحصل فتنة ما بتتمسك تاني فكان من فهمه يدرأ الفتنة بيزيد وإن كان في الناس أفضل من يزيد هذا الفهم لكذا العلماء قالوا كان فهمه صعب طيب لكذا يتكلم سايه ودفاهم حاجة ويتقل لا يقدر تشرك فيها ناس الله المستعام وقال 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 أنا بكره العسكر وتبايع البغداد ليه البغداد ترزي إنتم قالوا البغداد ترزي إنتم قالوا إنه البغداد وقد نهي بكل المسلمين ان يبايعوا البغدادي البغدادي ده شنو انتقالوا انتقالوا لابس له هناك بلوزة ده العساكر وفي العساكر اسوأ انواع العساكر واسوأ البشر ده الخواري يااخ وانت بتبايعه وده يتقول بيانا ما دانين عسكر استابل طيب فالخلاصة يا اخواننا رسالة تانية نحن دان نوصلها برضو لجماعة المعاو محمد عبدالكريم وعبدالحي وكل الشلة المعاو في التيار بتاعهم بتاع نصرة الشريعة نقول لهم يا ناس هل من نصرة الشريعة تطعن في الصحابي كاتب الشريعة دي نصرة الشريعة معاوية بن ابو سفيان رضي الله عنه ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديني فيقول ادعوا لي معاوية ينادي معاوية يكتب له الوحي انت تطعن في كاتب الوحي ودار تنسوا الشريعة بعدين لي ناس عبدالحي انتو لمن يقال فيكم اي كلام ما قاعد تطلع وتقعد في الكرسي بتاعك داك وتجيب الكاميرا وتخدتها وتصور مقطع طوالي انه انا هذا الكلام الذي لا يليق وهذا انه طيب ما عملت هنا له الزلد تتكلم له تلاتة اربع يوم وطعن في معاوية رضي الله عنه ومواصل في الطعن بيكتب تاني في بوستات وبيكتب في مقالات يواصل في الطعن بل قال عندي كتاب كامل كل من هذا القبيل انتو رأيكم شنو يا نصرة الشريعة وين رأيكم شنو بل انا ازيدكم يا اخواننا عشان الناس ما تغتر بالوجه الكيزاني دا اولا دا وجه كيزاني وكانوا ايام الكيزان من المشاركين في الحكومة بتاعتهم اتنين الشريعة اللي بتكلموا عنها الآن ويتباقوا عليها ويقولوا الشريعة ضاعت انما هذا اسلوب من اساليب التجارة بالدين اعرفوا المعلومة دي ما حرصا على الشريعة انما تجارة بالدين دارين يستفزوا في المسلمين والسودانين بطبيعتهم بيحبوا الدين ويشحنوهم ضد الحكومة الموجودة لماذا؟ عشان يجوهم ما عشان دين هل انتو كنتو مهتمين بتفاصيل الشريعة الاسلامية وكتكم اللي كنتو قاعدين والقلم في يدكم اللي ماسكين هيا العلماء السودان وماسكين مراكز الفتوى وماسكين القنوات وعندكم قنوات شغالة على احسابكم هل قنواتكم دي كانت شغالة في نشر الدين الاسلامي على حقيقته؟ ابدا والشريعة الاسلامية ذاتة شنو كدع لك الله امسك اي واحد منه مسأله اي واحد منه مسأله قولي الشريعة الاسلامية اي شنو ذاتها عرف الشريعة الاسلامية الشريعة عقيدة في الأول والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حنين وطلعوا معاه ناس حدسا عهد من الصحابة أسلموا جديد وفي الطريق لقوا شجرة بتبركوا بها ناس من المشركين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ده نتعلق بها كما ديلك بتعلقوا بها ده الناس جدات في الدين لسه النبي صلى الله عليه وسلم وقفهم ما قال لهم نحن نمشي والأمور دي بتصلح قدام ونحن طالعين جهاد كدخلوا ناسي لا وقف الجيش قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون هل أنت يا عبدالحيوسف محمد عبدالكريم وغير من مجموعة نصرة الشريعة هل أوليتم الاهتمام بأمر العقيدة في هذه البلد اللي بتعبد فيها القبور ويعبد فيها الصالحون وتشيد فيها المزارات والناس بيمشوا بيبركوا فيها اعتابة ويطلبوا منهم الرزق والجنى وينفعهم ويضرهم هل أنتو اهتمتوا بالموضوع دي يوم من الأيام؟ الجبابة اللي بتعبد اهتمتوا بيها؟ ولا أنت يا عبدالحي بتمشي أنت بي نفسك لحد ما تصل واحد يصممين والدلو بيض ولا منوه وتمشي لاناك تقول إخنا جاينك وبنتعلم منك أنتو اهتمتوا بالعقيدة يوم من الأيام؟ الشريعة عقيدة يا أمة محمد الشريعة عقيدة ولا شريعة بغير عقيدة أبداً أنتو ما اهتمتوا بيها يا عبدالحي الشريعة عدالة أنتو اهتمتوا بالعدالة؟ اهتمتوا بالعدالة؟ ما كان أنتو تظلموا الناس وتجوروا علام والظلم والجور أنتو شايفينه بيعانكم هل يوم من الأيام أنتو سعيتوا في تغيير الظلم اللي شايفينه قدامكم؟ ما تتتكلموا تتباكى على الشريعة الليلة دي تجارة يا أخوانا ببساطة خليكم من دا كله أسعى النقطة الأولى دي انتهينا منها أزيدك ثاني شريعة ما جبتها أنت في تلاتين سنة والأمر في يدك الإعلام أدوك لك الإعلام مفتوح لك والتربية والتعليم المناهج والتعليم العالي بتاع الجامعات والكتب وفي يدكم الكنترول بتاع أي حاجة الكتب اللي بتجي من برة والبي توزع دا كله إتما علمت الناس شريعة ودين لحد ما الشباب اطلع عليكم السدى الشباب دا ذاته دا ولدو في عهدكم وتربى في عهدكم وطلع بالشكل اللي ما عاجبكم ميته دا كويس؟ المسؤول منه منه وانت مفترض تلوم منه تلوم الشعب السوداني تقول له انت الدين مفترض تقيفه في الدين الدين اتا علمته اليوم الدين اتوا ما شغالين ضده يا أخي اتوا الكيزان بتاع عندكم ما شغالين ضده ما فارتكتوا الجماعات الإسلامية القاعدة دي كلها ما اعزيتهم ما بطلتوا المسايد المفترض تأدي دوره والخطب والحلقات بتاعت اخوانا المفترض تأدي دوره وتوعي المتمع وتفهم وتعلموا الدين انتم ما وقفتوا ضدها انتم ما حاربتوا انتم ما بتمشوا تشتكوا نحنا ما بيجونا يمنعونا يوقفونا نمش نسأل بلالجاك تشتكيت انت يا عبدالحي قاعد يشتكي منه والقاعد يعطي للدعوة منه بعد كله تي تشتكي اللي لا تقول الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية نحن عملنا محاضرة في داعش انت اشتكيتنا دي حقائق كثيرة جدا نحن ما طلعنا وارجو ما يضطرون احنا نطلع دي بلاوي القاعد يعطي لده كله منه قاعد تعطي له انت ده يا اخي تجي الآن تشتكي انه الشريعة ضاعت لوم نفسك يا اخي لوم نفسك انت ولوم الناس اللي معاك انتوا الفرطوا وانتوا ضيعتوا الله المستعان عشان كده بتلقى زي الجماعة بيجي بيكتبه في واحد صحفي كده شغال بيكتب كل يومين تلاتة والشريعة الإسلامية وسمىه وحش ولا سمىه شنو واحد موهوم كده قال ما دارين شريعة الإسلامية وقال هي سبب تخلفنا ايوه صحفي صحفي بتاع شنوه يا اخي دارين دار قرروا صحافة منهو ذاته الشريعة الإسلامية قال سبب تخلفنا نحن متخلفين قال بسبب الدين قال فما يسمى بالشريعة الإسلامية هي سبب تدهورنا وتخلفنا وإزلالنا فلازلنا ونحن في نهاية العام الفين واربعطاشر أنا أعرف الاربعطاشر دارين نحكم قال بغوانين وضعوا ناس ماتوا شبعوا موتا وتحللوا وأصبحوا نفطا يدخل بالخيل الوفير في خزائن المملكة السعودية استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم بالله يشوف جنس الموهم ده الشريعة الإسلامية سبب تخلفك متخلف انت براك انت براك متخلف هل الشريعة الإسلامية منعتك الصناعة ولا الزراعة ولا الانتاج ولا منعتك الشريعة الإسلامية من تنظف الشارع انت لو شارعك وصخان متخلف انت ولا متخلف الدين لو انت ظالم وبتأكل حق الناس حرامي انت ولا حرامي الدين لو انت ما بتشتغل كسلان وزي ده قاعد تكتف في الفيس وتجيل في أدبك ابقى متخلف الدين ولا متخلف انت متخلف انت يا اخي. لو انت صحي معترف لنفسك بالتخلف انت متخلف انت. الدين الاسلامي ما فيه تخلف. والسعودية اللي انت قلتها قال شنو? قال قال تجرب الخير الوفير في خزائن المملكة السعودية. يعني انت اعترفت ان السعودية فيها خير وفير صح? طيب السعودية دي شغالة بالشريعة الاسلامية. انت انت الاحطى الله. الاحطى. اللي ديلك تحللوا وبيقوا بترول عند. اراتك انت لو تحللت وبيقيت لنا بترول احنا هنا ذاته. اقل لشنا استفيد من الوسخ بتاعك. هم بتحللوا بيبقوا بترول فيه بشر داته. وده قرأش ناس عليك انه. قل لهمش اقرأ سينس اقرأ علوم. قل لهش هون ناس بيتحللوا بيبقوا بترول? وبتحللوا بيصلوا وين ذاته? وده في الطبقات الفوق في الارض. والبيترول ده في اعماق بعيدة جدا. وده مفاهم اي حاجة. السعودية انت الشهدتلية دي. انها في الخير الوفير ديش غالب الشريعة الاسلامية عديل. دستور اسمه الشريعة الاسلامية. وانت كنجد به جواز ما مكتوب فيه مسلم خد بالك. جوازك لو ما مكتوب فيه مسلم كنكسرت رقبتك ما بتخوش مكة. مكة شارع عديل بيقول لك. من هنا المسلمون. تخوش بيجائي. كافر امرك بغادة. بغادة بغادة امشي. دي ناس عجيبين. يا ناس. الناس ما ترمي اسباب ضعفة وفشلة في الدين الاسلامي. في الان دول ما عندها علاغة في دين ذاته كله كله. في جاران بيجائي قراب خليك من دا. قلق البارد بمتين وخمسين جيني. قلق صحان الفتح واحد قبل فترة والله. انا لاكيت. قلق صحان الفتح عندنا باربعمائة وخمسين جيني. فتح لنفرين. فتح. باربعمائة وخمسين جيني. وديل ما متخلفين بالشريعة الاسلامية. ما خلفتهم الشريعة. ديل ولا شريعة ذاته ما عندهم. ولا اسلامية ولا نصرانية ولا غيرها. ديل بتعام كجور ساي. ما كان يتقدموا. يا راس الدنيا ديل بخديمة بتديوه. ربنا بيدي الدنيا لمن احب ومن لا يحب. دنيا ديل بيشتغل فيها صح? بيكسب. والاخراء اللي بيشتغل فيها صح بيكسب. فما ممكن زول زي دا يجي يقول لنا الشريعة الاسلامية سبب تخلفنا قال. اه? ويعني احنا دارينا نتقدم نخلي الدين شان نتقدم? ده كلام فارغ يا اخي. انا المهم انا زعلت واجدت الكلام ذاته. شخص شهاب لو عنده زيادة يتم. فأنا بعتذر ذاته عندنا امتحان. دارينا مش نحصل. جزاكم الله خير.